بفيديو لهم عبالي ارجيكم كيفية نحضر بالبيت قطيب خلطة للسجق ولمقانئ طعمتهم رح يكونوا نفس المجيبون جاهزين بس اكيد شكلهم مختلف و رح نطفيهم بدبس الرمين اللي حضرناه سوا من كم نهار تعالوا نشوف الطريقة سوا رح نبدأ اول شي بخلطة السجق وبالبجات نظيف بنا نحط نص كيلو من اللحم المفرومة وجربوا نققوا اللحمة تكون مدهنة شوي لنتبلا رح نحط فوقه اول شي مع الاكبير من دبس الفلاي فلاي هذا الدبس اللي حضرناه سوا نحنا اسبوع الماضي تقريبا اول لقابله و رح نرجع نحط شكيلة من البهارات مع الاصغيرة من الكزبرة البودرة مع الاصغيرة من الكمون البودرة مع الاصغيرة من التوم البودرة نص مع الاصغيرة من القرنفل المطحون نص مع الاصغيرة من البهار الاسود الحلو نص مع الاصغيرة من الفلفل الاسود و نص مع الاصغيرة من البابريكا طبعا اكيد نحط ملح تقريبا شي مع الاصغيرة نخلطه نسابه ونعجنه من كتير مني حتى البهارات تتوزع بكل اللحمة ونرجع بإيدنا رح نقرصه نحبة حبة هيك بشكل طويل لأن احنا بالبيت جمالاً صعب نجيب مصران خروفه ونطفه ونعمله مثل ما نجيبه من عند اللحم فمنعمله بهذه الطريقة بهم الطعمة لخلطة المقاني كمان عن نصف كيلو من اللحمة المفرومة المدهنة رح نحط عليها مع الأكبير من الكزبرة البودرة مع الأصغيرة من الفلفل الأسود مع الأصغيرة من البهار الأسود الحلو مع الأصغيرة من اللقرف البودرة رشة من جوز الطيب شربع مع الأصغيرة مع الأصغيرة من الملح ومع الأكبيرة من الخل واختيار إذا توفر عنا فيهم نحط كم حبة من سنوبر بيعطوا طعم كتير طيب ونرجع مثل ما عملنا أول مرة بنخلطهم ونعجلهم سوا ونقرصهم بالطريقة اللي بدنا إيها منقدر نحفظهم بالفريزر وبس بدنا نزلهم ونستعملهم أو ضغرهم من قليون على الغاز بقلب مقلاية حامية على نار قوية وضعوا بقلبها شوية سمنة أو شوية زات رح نضعهم ورح نقليهم حتى يستوه وما في قطيب من أنهم نطفيهم ونجعلهم يتنغنغوا بدبس الرمان اللي احنا محضرينه على إيدنا أهم شيء أنه بس يستوه ونضع كمية بدبس الرمان تقريبا شي معلقتين أو ثلاثة كبار ونجعلهم يتشربوا دبس الرمان ويغلوا بعد معه تقريبا شي 3-4 دقايق وهيدي خلطة السجق كمان طفائطة بدبس الرمان بنرجع مشيرهم من المقلاية ونضعهم بصحوننا الفخار اللي شكلهم كتير حلو والسوس أو الزوم اللي طلع معهم كمان منحطه وما منتخلى عنه وكمخات من دبس الرمان زيادة على الوجه كرمال الزينة وبنرجع منقدمهم ومنستمتع فيهم صح أنه شكلهم ما بيشبه لمقالق مجيبهم خالصين من السوق بس صدقوني طلعوا طعمتهم نفسه هي زاتة وهي دخلطة بهرات الوالد صار لنا من نحنا وصغر بيحضر لنا إياها واليوم جبت لكم الوصف منه وقدمت لكم إياها اتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وصحتين وألف عافية على قلبكم جميعا